أما أن نقول عن منطقة المشرق القديم بأكمله الذي يضم حضارات واد الرافدين وحضارات بلاد الشام أن نقول عنها أنها مارست تقوس الأضحيات البشرية فأمر نشكوك به بالكامل وأنا لا أقف معه على الإطلاق يوسف الصايخ في كتابه تاريخ الموصل يتكلم عن حديات أنه جرت نفس مجرى الفرس والزرادشتية في تقديم الإنسان كأضحية للنار يذكر بالخصوص عيد في أربيل أعتقد في آذار يجتمعون حول مياه عيون ما يسبحون ويحضرون الأكل والطاهي لكن لا يأكلون حتى يرمون أحد أولادهم أو أطفالهم في النار وقبل ما تلتهموا النار كلياً يخرجوه يأخذون أحشائه يأخذون الكبد يعلقوه في الشجر وهذا أكثر قمة الطقس وبعدين يرجعون ويحتفلون بالتاريخ القديم شفنا بالكتب المقدسة مثلاً إبراهيم في تجربته تجربة الله معه مع إسحاق كضحية ويمكن حتى سيد المسيح في صلبه هناك هذه الفكرة الإنسان كضحية الآن يمكن المجتمعات قدمت صارت من تقديم بشر إلى مسألة قرابين الحيوانات أو الأكل وثم النقود ما هي هذه الفكرة فكرة القرابين وهذا التدرج التاريخي من تقديم بشر إلى حيوانات وثم نباتات الحقيقة هذه الفكرة أولاً لا نمتلك أثار مادية لتأييدها لكن نجدها شائعة في المرويات أما مرويات دينية أو مرويات تاريخية متوارثة فنجد أفكار من هذا النوع سأضرب لك مثل بسيط جديد في التوراة هناك ذكر لتضحية بالبشر أو بالأطفال على الأقل عند المؤابيين والكنعانيين كانوا يقدمون الأطفال على أساس تضحية للإله كيموش وحتى لبعض الآلهة الأخرى إله حرب هو على ما يبدو كان والحقيقة أن الآثارين عندما ذهبوا للمناطق التي كانت تقدم فيها على أساس هذه الفكرة لم يعثروا على إظام أو بقايا أجساد بشرية إنما عثروا على بقايا أجساد حيوانية فمال المؤرخون إلى اعتبار هذه الموضوعة مبالغة بيها وكان فيها قصد لتشويه سمعة الكنعانيين أو المؤابيين أو غيرهم من الأقوام غير الإسرائيلية القديمة يعني غير المذكورة عن وهذا موضوع مليء الحقيقة يعني تشويه الشعوب وتقوسهم خصوصا هذه الشعوب التي كانت قد قاطعت شوطان كبيرا في الحضارة تشويه سمعتها عبر الكتب المقدسة أمر جدا كان طبيعي الغرض منه هو النيل من هذه الشعوب والقول بأنهم شعوب غير متحضرة وبالتالي نحن قادمون أو أن هذه الديانة أفضل من غيرها من الديانات وهذا أمر بالكامل نعرفه عن ما حصل مع المصريين والفرعون وما حصل مع العراقيين والنمرود وكيف شوهت سمعت هذه الشعوب من خلال الكتب المقدسة فأنا لا أميل مطلقا إلى أن هذه المروية صحيحة أبدا لأن لم نتأكد من حصولها على الإطلاق أما أن يأتي مؤرخ مثل يوسف الصائغ يعني ليس الشاعر طبعا هو مؤرخ من الموصل يأتي بهذه المروية أما عن طريق تداول الشفاهي أو الشعبي عند الناس أو عن طريق موروث مروي فأنا مئ بالمئة متأكد أن هذا غير صحيح لأنه لا يمكن لشعب يعني كان قد بنا حضارة يعني إذا ناقذها على مجال الموصل على سبيل وهم بين آشوريين وبين آراميين وحتى يعني البابليين الذين بعد سقوط آشور أخذوا المنطقة لا يمكن يعني لا العقل ولا المنطقة يتصور أن تلك الشعوب التي بنت حضارات عظيمة تصل إلى هذا الدرك أنه تتضحي بالبشر فأنا أشك بالمروية بالكامل حقيقة ولا أؤيدها لكن هذا لا يعني أن الشعوب الأخرى التي لم تبني حضارات ما نسميها بالشعوب البدائية بصراحة يعني هي نازحة أو على الأقل موجودة في عصور ما قبل التاريخ أو شعوب ظلت في حالة محدودة من التحضر أو على الأقل لم تبني حضارة لم تبني تحضرا وإنما اقتصرت على نوع من الثقافات هذه الشعوب من الممكن جدا أن تكون قد مارست في يوم الأيام طقس الأضحيات البشرية لكن حتى هذه الشعوب لم تعد مع تقدم الزمن مع هذه الفكرة وإنما استبدلت بالحيوان أو النبات كانت تقدم الأضحيات النباتية كنوع من الطقس وهذا معروف ما حصل يعني في أساطير سومرية مشهورة جدا ومعروفة أو أنها استبدلته بالحيوانات يعني الحيوان هو الذي أما أن نقول عن منطقة المشرق القديم بأكمله الذي يضم حضارات واد الرافدين وحضارات بلاد الشام أن نقول عنها أنها مارست طقوس الأضحيات البشرية فأمر نشكوك به بالكامل وأنا لا أقف معه على الإطلاق ترجمة نانسي قد يصبح ترجماتي من القانون